ضحرج الفكرة لو انا اشتغلت في الادا دي صح فعلا مع اولادي انا هطلع طفل يحكم العالم انا هطلع مش رئيس جمهورية رئيس العالم كله انا هطلع عندي طفل وطفلة مفيش حد اسمه يبقى اصلي ابني بيتنمروا عليه لا عارف يتكلم عارف يعبر عن نفسه عارف يقول ده غلط وده صح اصلا عندي ابني العيان صحابه منين ما يقولوله فهو ماشي تابع لا لو بتحاور بالشكل بتاع ضحرج الفكرة اللي يحصل فيها لو بعمل كده تأكد ان ابنك هيفضل طب ايه الحاجات الابداعية اللي ممكن اخدها مثلا في موضوع لو المتروبوس مفوش كراسي احنا جيبنا سلبيات كتير وحبت اتنين تلاتة ايجابيات ايه الفكرة يعني فكرة رائحة جدا يا روان انت اسمك ايه اسمك ايه ريان الله يجعل لك من اسمك نصيب اللهم امين وارزقنا واياكم الريان في الجنة قولوا امين ايه اللي ممكن حاجة كده مبدعة قوي 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 فكرة ما تخطرش على البال لو كل الكراسي اللي في المتروبوس راحة استغل الامر ده ازاي مين يقوله ياخد جايزة ماشي الجوائزة ماريو ماشي انا ماري املي جوائزة اللي يجي وبيقوله على تواصل نعمل ايه اه نعمل تواصل ازاي يلا تاني فكرة ده احراجيها اعمل تواصل ازاي اعمل تواصل نحكي مع بعض فريدي مش عايزين ممتازة اه ناخد وسائل هاته هنا جايزتين ممتازة ممكن نعمل شاشات ممكن نعمل سبونسر اعلانات للناس ونروج فلوس داخل اه ممكن نعمل بما ان حيبقى فيه رفاهية وفيه داخل جاي لشركة المتروبوس ممتاز بقى ممتاز او اروج لحاج ممكن يبقى فيه حد بيعمل ديليفري في قلب البتاعه يلا خده وبما ان فيه داخل هيعود على شركة المتروبوس فممكن تعمل لنا مثلا ايه ايه ممكن تعمله تطوير مثلا من الشركات الاوتوبيس او زيادة او زيادة العدد ما يبقاش الامر ممكن نعمل بما ان المكان فنخلي المكان الفاضي مثلا حوالين الشبابيك ممكن نعمل علاقات زيادة لان طبعا نبقى محتاجين علشان الفرامله فمحتاج علاقة تمسك بيها ايدك انتو فاهمين لغة المصري الاول الحمد والله حمد والله ممكن نمسك علاقة فيحصل زيادة دخل لشركة البلاستيك فيحصل زيادة للموظفين بتوع شركة البلاستيك فبتوع الالوان بقى ونعملها مثلا كنتوا بقى علاقات بمساكات لعب اطفال ايه كمان وتوصل للاخر فاحنا ممكن نعمل لعبة وطرفيه يلا جايزة هنا على طول هو كده شفت الفكرة ايه الفكرة ما بتقافش احنا اللي مخنا واقف فاول حاجة علشان اعمل حوار ناجح مع اولادي لازم افهم الحاجات دي مش عيب على فكرة اسلام مش عيب على فكرة ان احنا ان احنا نتعلم على قبر انا اعرف كان بيحضر معانا المحاضرات بتاعت المهارية خلاف محاضرات طبعا بتاعت القرآن والكلام ده حما يعني جدة وكانت بعد بقى ما شافت قد ايه فيه انجازه والاولاد ومش عاربه وايه والكلام راحت جابت اللي هما كنتها يعني زوجة ابنها بتحضرت لها قفلي وحنجيب لها نهاردة اكل جاهز تخيالي بقى مش هتتعبوا ولا تعملوا اي حاجة لكن تعالوا تعالوا احضروا اجابوا اجابوا احفادهم احفادهم ده هما اللي يمسكوا المراكز والمساجد بفضل الله تعالى الفكرة ايه احنا محتاجين نفهم ومش عيب انك تتعلمي حتى لو كبرت حتى لو العيال كبار طيب ما انا كلام معرف معلومة احيث ان انا ظلمت اولادي وبعد ما ظلمت اولادي اراح رح اقول لهم احنا اسف انا اسفى يا اولادي ان انا عملتكم بالشكل الفلائي انا اسفى يا اولادي ان انا تعاملت معاكم بكذا ما كانش صح ما كنتش عارفة بس الصحي كذا تيجي نعوضوا